السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة مطبخي صحتي بوغرن تقدم لكم شربة الخضر الخضر متشكلة وصاحبتها بهد البذور القرع الأحمر جربة ستعجبكم بزد البذور القرع الأحمر من المحمصها من المحمصها دائما يفصى الفران بمعنى اني ما طيبت في الفرران دخل البذور او نوار الشمس كل شي نمشي المكونات نحتاج المجموعات الخضر نحتاج البصل مكعبات البطاطا اللفت نحتاج الجزار سوف نحتاج القرعة الاخضر و سوف نحتاج الورقة الناموسة مكونة كلها سوف نقوم بطنجرة أو كسرنة أو أي شيء سوف نضعها فوق النار مع زيت البلدية و سوف نقوم بوضعها زيت البلدية والخدر يجب على زيت البلدية و سوف نلتقى يجب عليها سيدنا موسى كذلك فهذا كلهم يعني واحد المجموعة واحد تركيبة كتكون ما شاء الله تشحر واحد شي شوية كما قلت ندروا معهم واحد القليل من الماء ونغطوها نغطوها بشي حاجة باش تعطينا ذاك البخار اللي علي يعطينا الندى وغادي يعني تشحر لنا الخضر كيفية جيدة بصراحة الانسان يقدرش يقول بان ما كان ميت دار فمجرد ان تكون عندك الخضر في الدار فتقدر تدري بها اي شيء في الليل يعني في المساء او في العشاء فمشي ضروري انسان دائما يدير اشيء اتقيله فهكا شربة خضر مقطعة وشو دي الروز او شو دي الهربر وكتجي يعني واحد واحد طبق ممتاز دارنا هدا بطريقة اخرى يعني خضر يعني تتطحن وكتعطينا واحد صوبة او شربة يعني خفيفة كذلك يعني كين ميت دار اه بعد ما خلينا الخضر دينا تشو حت يعني تتشحر تشوية اه غادين نديرو لها شوي الماء باش انها تتشحر مزيان غادي نزيدو التوابل من اللحنا وغادي نضيفو اه ما تبقى من التوابل اه دائما انا بصراحة من التوابل اللي ضروري عندي هي الكوركم والفلفل اسود خلاص اه وكذلك اه اه هدا عدرنت تقريبا نسس معلقة دي الفلفل اسود اه نسس معلقة دي السكنجبير التوابل هيلك تعطينا المعداق للاكل ضروري اللي سنعملهم هناك نديرو معلقة ديالت القزبور اه حبوب متحونين والريحة ديتو ما ان شاء الله اه الناس اللي معمرو ما جربو يجربو فهي ريحة ديالو ممتازة ريحة ديالو زاكية بزاف راس معلقة ديال الكامون اه بصراحة في الاول انا ما كنتشان عنا نستعملوه ولكن بمجرد اني ان خارط في القناة ديالتوكسو الفايد فبزاف اشياء زيتو في حياتي زاف زاف تغيرت الفين درجة انا بصراحة حياتي كلها تقلبت تقلبت بمعنى الكلمة ما كنتش هكا وليت هكا سبحان الله القوزة كذلك كنناخدو منا واحد شي شوية تيك تعتينو حلو قوزوين نظام غذائي ديال دكتور فايد احسن نظام انا جربتو عشي الليل هذي عامين دبا من بداية الجائحة وانا عايش على ذاق نظام وكن حسب راسي كنكون من حسن الاحسن حتى الام ديالي عندها ما شاء الله ثمانين سنة ما نقول لكمش بان واحد المناع عندها ما شاء الله الله يحفظها يعني كنشوف كرد البال كيفش هي وكيفش يعني الجسم ديالها الحمد لله ما عندها حتى مرض مناعي او مرض مزمين الحمد لله جسم ديالها مزيان مية في المية حسن من اي واحد بقي صغير من نظام ديالها اصلا مني كانت يعني في شبابها وفي صغورها كانت عايشة في البادية وكانت عايشة مع الوليد ديالها وفلاح وقزار وعايشة في وسط البادية عايشة في الخير عايشة في النظافة عايشة في كل شي ودبا انا ما بغيت هاش تكل شي حاجة غير صحية تأنا دبا بغيت نخليها تكمل ما تبقى لها من نحايا ديالها اكنقي تنشري لازل البلدية كنشري لها القمح كنشري ليها السمك ما كان عطيهاش ججج هاد المهرمن ما كان عطيهاش اللحوم لانها وسائل انتاج غير صحية فتنحون انني ندير لها اللي قديت علي خلينا هاد الشربة تطيب في الماء ديالها مني كالطيب تنطفو عليها ونخلي واحدة يعني تولي دافيا ومن بعد كنطحنوها بتبور قادسي دناموسا طحنوها ماشي مشكل لانها تهي فيها فوئد كثيرة بزاف كنصفوها باش نزولو ذاك التخطس لانا مني كنكونو كنناكلو بعد مرات كنطحو في شي حاجة ماشي ياديك فباش نناكلو براحتنا وباريحية ما يكون عندنا مشكل كننصفوها بصفايات ديال اينوكس ومن بعد كنعود ان نقدموها الى كانت باقة سخونة كنقدموها لك لقينا بردات كنعود ندفيوها نردوها تدفى شو شي عليش كنصفوها انا يعني ما كنزولو شي حاجة لي كثير ولك يعيب هادا تخت هكا كي يزعج في الاكل اه غادي نردوها الطيب فوق النار او لتدفى كي ما قلت لكم الى كانت باردة دفوها وكان نقدموها ونصحبوها مع اسميتو الزريعة ديالة البودور ديال القرع الاحمر اه جربو غادي تعجبوكم تتكون ستاكلو اه تشربو شوربة مكتحو في ذاك الحبات ديال الزريعة ديال القرع كتتحسو بها وذاك القرمشة وذاك لوغو ديال الزريعة ما شاء الله انا شخصيا حطيت هذيك الزفع حدية ما اردت من احبا ايها حطيت لكم انا انخرت في القناة ديال الدكتوفيد صافي شارية زريعة ديال القرع شارية الزريعة ديالنورشنس لوز القرقاع كلو انا كان شريه ان اغسله انا كن ان شعل فران ماتن يتم تنكمل طيبية وان اطفيه ودخل هاد المكسرات كي بده يتحملو وكي تقرملو عب الساد نباتي يبلوه ماشاء الله كنديروه في بواتاك يديروه في التلاجات يبقاوهكك كنقدم لكم هات الشربة هذي بصحة و الراحة ما تردتوش انكم مره مره تدروها في العشيوه دي لكم ولقعت لكم في صباح فترو بها ما كان مشكل على هلا ما تنسونيش بالقلوبة ما تنسونيش بالبرتاج و ما تنسونيش بالاشتراك الله يطيع لكم و ان شاء الله هنتلقى وفتني في شي وجبة خفيفة او الوجبة يعني هموية لما لا مره مره غدين فبر عليكم على راسي اه خليت لكم الراحة ان شاء الله لنا معيد قريبا ان شاء الله الشربة دي لي هي هذي والعشيوه دي لي هي هذي هذا اعشاء خفيف درتوانا والوليدة دي لي قدمت لها هي بتصميرات و انا قدمت والراسي با دل الطريقة هذي ما تنسونيش بحشش في الخويزة انا رأى مضروري تندخل الخبز فاتشي ان شاء الله نتلقوا في فيديو جديد و كما قلت لكم اه ما تنسوش تبارتاجي وتشاركوا في القناة سمسا